ملف الانتخابات المبكرة نناقشه مع الأستاذ في كلية العلوم السياسية في جامعة الكوفة الدكتور محمد العبدالي أهلا بك دكتور محمد يعني بداية كيف راقبت الحراك السياسي المرتبط بتأجيل موعد الانتخابات المبكرة تحية لغناة اليو تي في وتحية لكادرها المحترم حقيقة ما نتج عن حركة احتجاجات تشريين طوال الفترة الماضية وما نتج عنها من إقالة إلى الحكومة وتشريع عدة قوانين إضافة إلى استفاف الرأي العام ودعم المرجعية المستمر طوال الفترة السابقة جعل الكتل السياسية السابقة على المحك خاصة مع جمهورهم وكذلك مع الرأي العام الأمر الذي دفعهم إلى إعادة حساباتهم ومحاولة تأجيل الانتخابات لأطول فترة ممكنة لمحاولة إعادة الثقة المفقودة لدى الناخبيهم وليس لأسباب أخرى طيب بالنسبة للناشطين الذين ينونوا الدخول للانتخابات المقبلة برأيك ما هي جهوزيتهم وأيضا ما هي تحضيراتهم وقدراتهم على منافسة الأحزاب النافذة بصراحة رغم التخوف من خوض الانتخابات الحالية لكن لا سبيل أمام الشباب سوى الدخول في المعترك الانتخابي وتحقيق منجزاتهم أو تتويج منجزاتهم وتضحياتهم المقدمة خلال الاحتجاجات السابقة من خلال خوض العملية السياسية الآن سبل التظاهر تحولت من ترك الشوارع وساحات التظاهر إلى تكوين كيانات سياسية لها أطرها ولها برامجها الانتخابية حقيقة أهم ما أنجزه خلال التظاهرات التشرين والتي تشجع الشباب على دخول التظاهرات هو تشريع قانون الانتخابات الحالية رقم 9 لسنة 2000 وما تضمن من بعض الضمانات التي تشكل من ناحية ضمانات للتشرينيين وفي جانب الآخر الأحزاب السابقة تشكل عدة مخاوف حقيقة من هذه الأمور أنه تجاوزنا موضوع الترشيح بموجب قائمة فقط الآن بالإمكان الترشيح عن طريق الأفراد أيضا انتقلنا من موضوع الدائرة الانتخابية الواحدة في كل محافظة إلى موضوع تعدد الدوائرة الانتخابية ولو كان بشكل متوسط أيضا تضمن القانون ضمانة أخرى وهو يجب أن يكون إعلان النتاج الكترونية العبدالي تحدثت في بناية الحوار تحدثت عن أسباب ربما لتأجيل الانتخابات ولكن هل تعتقد أن النواقص اللوجستية أيضا سبب مهم لتأجيل الانتخابات المبكرة من ما خفية كان أعظم بصراحة حينما أعلن رئيس الحكومة الحالية سيد الكاظمي موعد المرتقب لإجراء الانتخابات الموعد المعلن هو في شهر السابع من عام 2020 بصراحة وكان الإعلان تحت الإعلان بمرأة ومسمع جميع السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية وبعلم أيضا مفوضية الانتخابات بل أن بعض أعظام مجلس المفوضين أبدأ استعداد المفوضية لإجراء الانتخابات إضافة إلى ذلك أن المفوضية يفترض أن تكون صاحب تجارب متراكمة فأول انتخابات خضها العراق هو عام 2006 وبعدها انتقلنا لموضوع الاستفتاء وجرت عدة عمليات انتخابية فيفترض أن تكون الكادر لديه خبرة تراكمية وحتى المستلزمات اللوجستية يفترض أن يكون تجهيز تراكمي فهذه بصراحة حجة غير معقولة وحجة غير مقبولة بدءا بعد اجتماع قادة الكتل السياسية تحول توجه المفوضية من مستعد لإجراء الانتخابات في موعد المحدد من الحكومة في حزيران المرتقب إلى أنه عدم إمكانيتها لعدم قدرتها على إجراء الانتخابات بسبب التجهيزات اللوجستية وهذا أمر مرفوض بصراحة لماذا لم يكن ذلك الرفض حين إعلان الحكومة عن موعد إجراء الانتخابات لماذا في هذا الوقت التحديد إضافة أنه ما هو سبب تصريحات رؤساء الكتل بافتراض تجيل الانتخابات ومن ثم يعقبها التصريحات المفوضية بتجيل الانتخابات هذه كلها دلالات واضحة وصريحة أن موعد تحديد الانتخابات ليس عادا لا بيد الحكومة ولا بيد المفوضية وأنها بيد قادة الكتل الأستاذ في كلية العلوم السياسية في جابي عن تألكفة دكتور محمد العبدالي شكرا جزيلا لك